ثم بعد أن هاجر إلى المدينة الله يعصمه سبحانه وتعالى كان يوماً صلوات ربنا الشعور بأن أحداً يمكن أن يؤذيه فكان مهتماً فقالت له عائشة ما لك يا رسول الله قال وددت لو أن أحد أصحابي حرسني هذه الليلة هكذا يقول وددت عند حاسب شي وددت لو أن أحد أصحابي حرسني هذه الدنيا وهو يتكلم وليس مع صوت أقدام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال سعد بن مالك سعد بن أبي وقص خال النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن مالك قال ما جاء بك قال وقع في نفسي أن أحرس رسول الله هذه الليلة اللهم صلى الله عليه وسلم أرسله الله مباشرة قال وقع في نفسي أن أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فنام حتى سمعت قطيطة صلى الله عليه وسلم